على كل أحوال كابتن سايد التكلم على موقف عدد من اللعيبة اللي كان عليها كلام في الفترة الأخيرة يعني فيما يتعلق طبعا بمعلول الأول وعدم مشاركته في مباراة العودة أمام الودات خليني هنا يعني أشيد بموقف معلول وأشيد بموقف موسيماني حضراتكم عارفين طبعا أنه معلول من أهم مفاتيح لعب النادي الأهلي في الفترة الأخيرة لعب يعني الحقيقة من أكتر الصفقات اللي جات مش في الجيل ده في تاريخ النادي الأهلي من خارج مصر كانت إضافة حقيقية للنادي الأهلي واللعب نفسه الحقيقة تشعر أنه يعني اتولد وتربى وعاش داخل جدران القرعة الحمراء كم الانتماء اللي بيعبر عنه معلول في الملعب وبرى الملعب للنادي الأهلي لا يوصف الحقيقة ولا يقدر بتمن وشيء على رأسنا من فوق واحد من أهم اللجوم الفرقة في السيزن الحالي وأنه ما يشتركش في المباراة الأخيرة كان لأنه زي ما قال كابتن سيد عضل حفيز هو شعر قبل المطش بيوم واحد بحالة إجهات في العضلة الخلفية مدير فني تاني يقول لك لا أنا ما استغناش عن معلول يعني جهزوا بأي شكل من الأشكال خصوصا أنه مباراة مهمة جدا نتيجتها تتوقف عليها تأهل الأهلي من عدمه لمباراة نهائي دولي الأبطال البطولة الأهم والبطولة اللي هتبقى إنجاز كبير جدا لصالح موسيماني لكن نفس الراجل ده قال لك لا رايح معلول أنا مش هلعق رغم إنه المطش مهم جدا ومعلول نفسه على الناحية التانية رغم إنه عنده إجهات في الخلفية قال لك لا أنا هزالعب المباراة الروح دي تلخص لكو يعني إيه فريق الأهلي فريق بطولات ده بالنسبة للمعلول بالنسبة لبطولة كابتن سيد قال لك ما فيش أي مشكلة تماما وما يحكم اشتراك اللاعبين في النادي الأهلي من عدمه في المباراة هي الرؤية الفنية لبيتسو موسيماني وكل مطش لي ظروفه وكل مطش لي احتياجاته وبناء على رؤية موسيماني بيتم اختيار اللعيبة الأجهز والأنسب وما فيش أي نوع من أي خلافات بين موسيماني وبين بطولة اتكلم كمان على ربيعة جابتن سيد قال لك أن ربيعة إن شاء الله بإذن الله هيتعافى من صبته قريب جدا وهيرجع وهيدخل في تمرينات الفريق إن شاء الله في أقرب فرصة